اشتركوا في القناة حزب حاكم إلى حزب الحاكم والبداية كما ذكرت شانتال من اليمن فعمليات من كل حدب وصوب مأرب باتت الهدف الأني والمنطلق للهدف القادم عملية شاملة يشنها الجيش الوطني اليمني باغطاء جوي وامداد من التحالف وتعتبر عمليات مأرب نموذجا لتوفير الدعم من أكثر من جهة خاصة مع وجود القوات السعودية والإماراتية والبحرينية على الأرض مع قوات المقاومة الشعبية يوسف الآن يرسم لنا خريطة الطورات في مأرب مساء الخير يوسف عمليات مستمرة وبوتيرة متسارعة على ما يبدو في مأرب هناك بالفعل استعجال للسيطرة على مأرب استعدادا لمحاصرة صنعاء والمعركة الكبرى أيضا في صنعاء والعملية التي انطلقت بالأمس يبدو أنها ذات زخم كبير ومن عدة محاور فالعمليات في مأرب تتسارع حركة وقوة وحصادا أيضا ننقل الآن نظرة موسعة على خريطة مأرب ومحيطها لنتذكر أهمية هذه المحافظة عندما نتحدث عن مأرب هنا العيون بالطبع منصبة على صنعاء وبالتالي المهم بالنسبة لمأرب هو الوصول بالطبع إلى صنعاء في هذه النقطة إذن هذا هو الأساس وإن كانت الانطلاقات كلها من شمال شرق مأرب من صافر وبالتالي الضغط يكون بشكل أكبر سواء من الشمال من الجوف ومن مأرب من الشرق بالطبع العمليات تأخرت في تعز هنا وفي الحديدة هناك عمليات أيضا للضغط من الغرب ولكن ربما الضغط من الشرق في مأرب يبدو أكثر تأثيرا وأقرب على مأرب إذا ما اقتربنا أكثر من مأرب المحافظة لنعرف ماذا يجري على الأرض هنا كما ذكرنا في شمال شرق مأرب هنا العمليات تنطلق من صافر وبالتالي معظم العمليات يتم قيادتها والسيطرة عليها من صافر هناك أكثر من محور تتقدم عليها قوات الشرعية في محافظة مأرب في مأرب هناك محور الشرقي وهناك المحور الغربي غرب المدينة وشرق المدينة وهيضا هناك قتال في جنوب المدينة مدينة مأرب وتقدم نحو سد مأرب في المحور الأول هناك تقدم نحو الجفينة وهنا في محور الجفينة في الشرق مأرب كما نلاحظ هناك هجوم قوي لقوات التحالف بالطائرات وأيضا هناك بالإضافة إلى طائرات الـ F-16 هناك تقدم أيضا لطائرات قريبة أيضا الأباتشي مع الجنود قريبة أيضا على الأرض وبالتالي تؤمن غطاء جوي مهم للجنود الذين يقاتلون على الأرض في هذه المنطقة وفي هذه المحور أيضا في المحور الغربي عندما نتحدث عن منطقة سرواح هناك قتال مهم في منطقة سرواح وأيضا هناك دعم جوي قوي من قبل قوات التحالف في هذه المنطقة وبالتالي أيضا هناك قتال قوي في شمال سرواح محاولة الاستحواذ على منطقة أو مفرق الجوف صنعاء مأرب ما زالت المحاولات هناك لكن كما ذكرنا من محور الشرق في الجفينة ومن محور الغرب في سرواح تبدو العمليات قوية ويتم السيطرة على أكثر من مكان في الجنوب عندما نتحدث عن الجنوب هنا بالقرب من سد مأرب هناك محاولات للإحاطة بهذا السد من أكثر من منطقة ومن أكثر من مكان وبالتالي كما نشاهد هناك محاولة للحصار ودخول مدينة مأرب من الشرق ومن الغرب وحتى من الجنوب لكن المشكلة الأساسية هي ألاف الألغام التي زرعها الحوثيون في المناطق التي يقاتلون فيها وحول مدينة مأرب رغم وجود معلومات وأنباء عن هروب وتراجع الكثير من الحوثيين إلى المدينة إلى داخل المدينة إلا أن التقدم ليس سهلا بسبب وجود هذه الألغام وبالتالي هناك انتظار لكاسحات الألغام من أجل السيطرة على أماكن أكبر والتقدم أكثر باتجاه مأرب أولاً وبين ثم غرباً باتجاه الحدود مع صنعاء تالي هذه هي في المجمل العمليات العسكرية التي تشتد وطيرتها في اليوم الثاني هناك فعلاً هجوم قوي على الأرض هناك مشاركة قوية من قوات التحالف على الأرض بالقتال الأباتشي قريب جداً الطائرات F-16 قوية جداً في قصفها وبالتالي يتوقع الكثيرون أن تكون معركة لن أقول سريعة ولكن فيها حسم واضح في المناطق التي تدخل فيها واضح أن العملية العسكرية هذه الحملة العسكرية في مأرب هي الأكبر والأوسع والأشض ضراوة حتى الآن من كل التقارير والأكثر تجهيزاً وعدة وتسليحاً دعنا يوسف شكراً على هذه التفاصيل دعنا نذهب إلى مراسلنا مباشرة في مأرب فواز منصر لمعرفة المزيد من التفاصيل مساء الخير فواز مرحباً بك معنا نتحدث عن العمليات العسكرية الجارية في مأرب هل لك أن تضعنا في صورة ما يحدث كما تشاهد وأنت على الأرض هناك أنا الآن حالياً في مدينة مأرب مدينة مأرب وهي مركز المحافظة تخلو تماماً من جماعة الحزين العملية العسكرية التي شنها الجيش الوطني اليمني بمعية التحارف العربي وأيضاً بمعية المقاومة الشعبية تتركز في المحورين الشمالي والغربي لمدينة مأرب وتبعد عن مدينة مأرب قرابة من 10 إلى 12 فيلو الجيش الوطني والمقاومة الشعبية أيضاً وبدعم ومساندة من التحارف العربي أحرز منذ انطلاق العملية العسكرية الواسعة النطاق أمس أحرز تقدماً نوعياً خصوصاً في الجهة الغربية من مدينة مأرب تمكن من استعادة السيطرة على تبة المصارية وفي حال وعند استعادة السيطرة على تبة المصارية نجح الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في عزل الحوثين المرابطين في سرواح عن الحوثين المرابطين في الجفينة ومنطقة الفاو أيضاً هناك مواجهات وتقدم محدود للجيش الوطني والمقاومة الشعبية في المحور الجنوبي من مدينة مأرب هذا المحور يسعى الجيش الوطني إلى استعادة المواقع التي تمركز فيها ميليشيات الحوثي وصالح المحيطة في سد مأرب أيضاً في الجهة الشرقية أو في الجهة باتجاه مفرق الجوف هناك معارك عنيفة تجددت منذ ساعتين يسعى الجيش الوطني والمقاومة الشعبية استعادة المواقع وخصوصاً مفرق البيض بغرض دحر الحوثين فواز دعني أسألك عن المدينة نفسها التحق الأبرز الذي يوجده الجيش الوطني والمقاومة الشعبية هو الألغام التي ترعها الحوثيون عند انسحابهم من التلالة التي كانوا يتمركزون فيها الوضع في المدينة كما هو واضح على الأقل في المنطقة التي توجد فيها الأمور هادئة كيف هي الأوضاع؟ هل الخدمات متوفرة؟ كيف يعيش الناس حياتهم اليومية؟ الوضع في مدينة أو مركز محافظة مأرب الوضع يسير بشكل طبيعي هناك انتشار كتيف هناك إقراءات أمنية شديدة في عملية الدخول إلى محافظة مأرب خصوصاً الذين القادمين من محافظات أخرى الحياة الطبيعية تسير بشكل طبيعي غير أنها المدينة تشهد بين الحين والآخر قصف عشوائي أو سقوط صواريخ كاتوشة يطلقها الحوثين بين الحين والآخر قبل نحو يومين ارتكبت جماعة الحوثين مجزرة هنا في مدينة مأرب واستهدفت سوقاً شعبياً أدى إلى سقوط 20 قتيل وعاشرات الجرحة شكراً لك فواز منصر مراسل سكاينوز عربية مباشرة من مدينة مأرب الآن ينضم إلينا من أسطنبول أستاذ الاجتماع السياسي في جامعة صنعاء الدكتور عبد الباقي شمسان مساء الخير دكتور شمسان مرحباً بك معنا في غرفة الأخبار نتحدث عن هذه العملة العسكرية واسعة النطاق في مأرب أولاً أهمية هذه العمليات أهمية مأرب بشكل عام ضمن الصورة الأشمل لما يجري من عمليات عسكرية في اليمن ككل أعتقد أن أمار بمدينة استراتيجية وأعتقد أن التجمع أو السيطرة عليها كاملة في المجال الجغرافي أولاً يجعل حقول النفط بعيداً عن متناول الحوثي صالح من حيث أن هناك بالإمكان كان السيطرة على تلك الحقول وبالتالي القيام بنفس العملية التي يقوم بها ما يسمى بالدواعش في سوريا من حيث كلهم مداخيل وبيع النفط في السوق السود وإلى آخره بالتالي هنا حماية في صافر للحقول النفطية اليمنية وكذا وجود قاعدة عسكرية قوية ومتمكنة وشاملة في منطقة مأرب تكون مدخلاً باتقاه صنعاء وكذلك موقعاً استراتيجياً للتحرك في كل اتقاهات الجغرافة اليمنية بعد التحرير العسكري أو الدحر العسكري والأمن هنا في عدن وبقية المناطق بذلك نحن أمام مرحلة ما زالت مفتوحة لنظرة المعركة قوية وهناك استراتيجية نفس طويل لدى الحوثي صالح من حيث حتى وضع الألغام وكذلك وضع الألغام في المدارس فكما تعلم أن وضع الألغام في المدارس يعني إعاقة عودة الحياة إلى عدن وإلى بقية المناطق لذلك نحن أمام تحديات كبيرة ثانياً هذا إعاقة تقدم القوات الشرعية والتحالف باتقاه صعدة وباتقاه صنعاء أيضاً سيعمل على ما يسمى بإيقاد فراغات أمنية بحيث يمكن لنا أن نوظف وأن نشغل ما يسمى بالقاعدة والدواعش من قبل المخلوع صالح لذلك ينبغي أن تكون العملية هناك عملاء للفراغ الأمني من حيث التنسيق مع قيبة المقاومة مع الجيش الوطني من حيث لا يترك فراغات لهذا التوظيف لأنه كما تعلم نحن ندرك تماماً أن سيلعبنا إلى آخر نفس ربما قد يكون هناك فراغ أو اختلاف بسيط بين الحوثيين وصالح أن صالح سيلعب حتى آخر نفس سيلعب بالاغتيالات ثم سيلعب بالقاعدة والدواعش الحوثيين يريد أن يحافظوا على قوتهم بما يجعلهم على شكلة حزب الله ولهذا أنا أعتقد أن معركة صنعاء بالنسبة لي على الأقل ليس بذات الأهمية لمعركة صعدة لأننا ينبغي أن نولي اهتماماً لصعدة أيضاً لا تقل أهمية عن صنعاء لأن في صعدة إذا ما تجمع الحوثيين وحافظوا على سلاحهم فإننا لم نفعل شيء بكل هذه العمليات فإننا قد حافظنا على شكلة حزب الله في صعدة وما زالت إيران في خاصة العربية السعودية ينبأ الصنعاء ذات أهمية سيادية وهي تعتبر عاصمة مرجعية للمخلوع صالح وصعدة هي العاصمة الدينية والتاريخية للحوثيين والذلك علينا أن تكون هناك استراتيجية أيضاً لصعدة متزامنة مع صنعاء وكذلك ينبغي أن نربط من حيث اتساق المقاومة الوطنية بين تعز وعدن بالتالي لا بد أن تتحرك قبهة تعز يثنين الخطر القادم الآن عودة الحياة حتى في المناطق التي استعبت من قبل الدولة فكما تعلم اليوم امتشف أن هناك سواريخ دفنت وهناك الغام في المدارس وبالتالي هذا يعاقها للحياة كما أننا سنشهد عملية اغتيالات وسنشهد عمليات تحت ما يسمى الإرهاب لذلك المعركة الشاملة وعلينا على السلطة الشرعية ودول العاصف الحزم أن تكون لها رؤية واسعة عمليات عسكرية إملاء فراغة أمنية أيضاً كيفية عابة الحياة بسرعة وتلافي هذه الأوراق لأن المخلوع الصالح والحوثيين يلعبون على نفس طويل وعلى إدخال دول العاصف الحزم الشرعية في معارك كما يسمونها دخول الوحل ولكن ليس بذلك الصعوبة إذا ما كانت هناك إدارة استراتيجية عسكرية وإملاء فراغة أمنية وكيفية عابة الحياة لأن هناك ألغام بالمئة الآلاف الألغام التي زرعت بهدف عاقة التقدم وبهدف إيقاف الحياة وإيقاف التدريس الآن في عدن توقفت الدراسة وهناك خوف من عدد الطلاب صحيح أن الناس عابت إلى السواحل وإلى الحياة اليومية لكن إعاقة الحياة أيضاً العودة لمدالس نظراً لهذه الألغام نحن أمام نقول أن صعدة مهمة ومركزية وينبغي أن تلأ اهتماماً لا بد من اتساق المقاومة الوطنية بين تعز وعدم بما يوسع المساحة الجغرافية أما الآن أعتقد العسكرية أنا نستخبير عسكري ولكن هناك أيضاً قطع للإمداد بين التجمعات الحوثية وينبغي في الأيام القادمة أن يتوقف الإمداد البحري والتحكم بباب المندب ومنطقة المخاء على منطقة تعز لأن هذه منطقة إمداد واسعة أعتقد أننا لابد من عمليات متكاملة لأن الخطر ما بعد حتى استعابة الدولة ينبغي أن نعيد الحياة ويعابة الحياة لها تكلفة سنشهد اغتيالات دكتور عبدالباك في الضهيخة المتبقية إذا سمحت لي أود أن أسألك عن محافظة أخرى الحديدة الحديدة ربما الأطول على البحر الأحمر لا نسمع الكثير عن عمليات تجري هناك ما الذي يجري بحسب معرفتك في الحديدة ولماذا لم تتحرك هذه الجبهة الغربية أعتقد أن هناك وجود شديد للمخلوع صالح والحوثيين في هذه المنطقة والمقاومة ليس بذلك القوة ولم تشهد حتى عمليات لستلاحظ أن عملية القصف المستمرة في مدينة تعز وبقاء هذه المدينة الحيوية التي هي مسيطرة من كثير من رجالات صالح ورموزه في هذه المنطقة لذلك أعتقد أن الاستهداف الأكثر والأخطر الذي ركز عليه صالح هي مدينة تعز بما يهدد بانفصال اليمنين لأن تعز بقاءها على هذه الشاكلة هو الذي يهدد ذلك وبالتالي الحديدة الآن إذا ما تم الانتصار ويسعب الدولة في التعز ستتحرك الحديدة حتما ستتحرك الحديدة أما الآن لا تقدم مقاومة شريسة ومنظمة لأن هناك هيمنة شديدة على هذه المدينة وهناك حضور قوي للحوثيين المخلوع صالح وهناك معسكرات تابعة لهم ورموز تقليدية واجتماعية مسيطرة على كامل الجماعات ولا توجد مقاومة شريسة كما هو الحال في تعز ذات الكثافة السكانية بالتالي أعتقد أن الرقم الصعب هي تعز التي ستغير المعادلة واستمتد نحو الحديدة لأن هناك غليان شعبي ولكن بحاجة إلى أن نبث له كثير من المقاومة وندعمه ونشجعه أن هناك خطوات نجاح شكرا لك دكتور عبد الباقي شمسان أستاذ الاجتماع السياسي في جامعة صناء كان معنا من اسطنبول شكرا لك اشتركوا في القناة